مرحبا، أنا عمر الملة من غرفة أخبار إيتغلوب فارنا بالغارية تصدرت الطباعة ثلاثية الأبعاد عنوين الصحف بإمكانية الطباعة الأوتوماتيكية لمجموعة لا حصر لها من الأغراض قامت شركة Freedom Fuel بتطوير مجموعة جديدة تماما من مواد الفتيل ويكون الحبر المستخدم للطباعة ثلاثية الأبعاد ناتجا عن دمج البلاستيك التقليدي مع مخلفات زراعية مثل القهوة والشعير وبقية نبات القنب يهدف صاحب شركة الفتيل Freedom Fuel التي تأسست عام 2014 في دعم صناعة الطباعة ثلاثية الأبعاد وذلك بصناعة مواد للطباعة ذات جدة عالية وطويلة الأمد وبالوصول إلى المنتج النهائي لخيط الفتيل الطبيعي فتستخدم الشركة نبات القنب الذي يزرع خصيصا لاستخدامه في صناعة المنتجات مثل الحبال، الملابس، الأوراق، المنسجات والوقود الحيوي ويسمى خيط الفتيل المصنوع من نبات القنب Into Wind وهو ذو لون ذهبي وفقا لتصريحات كلارك فإن هذه النباتات لديها القدرة على عرض ظلال وكثافات مختلفة على نفس الشيء المطبوع تباع خيط الفتيل حاليا بالطلب وسعر البكرة ذات 500 جرام حوالي 50 دولارا أمريكيا وهو الذي يقدر بنسبة تزيد عن حوالي 60% عن سعر نظيره المصنوع من البلاستيك الأبيض العادي شكرا للمتابعة للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا eatglobe.qa إلى اللقاء